انطلق الأوكازيون الشتوي لعام 20-24 ابتداء من اليوم ولمدة شهر بالمحال التجارية المختلفة ومن المقرر أن تصل نسبة التخفيضات خلال الأوكازيون إلى 50% لبعض المنتجات الحرس على توفير المنتجات بأسعار مخفضة والعمل على تنشيط حركة المبيعات أطلقت الحكومة الأوكازيون الشتوي لعام 2024 من الخامس من فبراير ولمدة شهر بالمحال التجارية المختلفة بيكون لكل محل أسبوعين أي محل عايز يشترك في الأوكازيون بيتوجه لمدرية التموين والتجارات الداخلية اللي واقع في دائرتها المحل التجاري بيقدم السجل التجاري والبطاقة الضربية بياخد الإذن بالبدء في الأوكازيون بالتخفيضات إحنا لا نلزم المحل بنسب تخفيضات معينة ولكن هم بيبقوا سعيين بشكل جدي يعلنوا عن أكبر نسبة تخفيضات تتراوح من 25 إلى 50% علشان زيادة القوى الشرائية أو زيادة عملية حركة ورواج التجارة الداخلية أصبح اللي واقع في دائرتها مش محصور بس على ملابس والمنسجات الحاجة الثانية حريك يمكن النسب الخاص من التتراوح حتى الآن ما بين 20% إلى 50% فيه نسب أعلى من كده آه فيه ولكن مش ده السواد الأعظم هو السواد الأعظم من 20 إلى 50% نسبة التخفيضات لبعض المنتجات تكون وفقا لرغبة أصحاب المحال والجهات المشاركة في عروض الأوكازيون الشتوي ومن المقرر أن تصل نسبة التخفيضات إلى 50% لبعض المنتجات نحن مستنى الأوكازيون من كل الشيطة وعملين بصراحة أعراضات حلوة 20% و30% وبصراحة حاجات حلوة وفي حاجات ب150% و250% بيجيوا براءة الأصحابة زي ما هي يعني زي ما بينزلوا على الصفحة بتاعتهم حالات كتير أولية تنزل السل جدا من نسبة 50% كمان أصعار كويسة جدا وحاجات حلوة ومضيفة كمان لو في الناس كتير أولية صاحة بيجوا عشان أوكازيون وحاجات حلوة بصراحة المحال التي تشارك في الأوكازيون تغضع لمراقبة غرفة عمليات المركزية وذلك للتأكد من جدية التخفيضات وجودة المنتجات المعروضة لجمهور المستهلكين خلال فترة الأوكازيون الشتوي وكذلك مدى التزام المحال بضوابة الأوكازيون ترجمة نانسي قنقر